نواصل في سياق موضوعنا أو في سياق ربما قريب من هذا السياق إذن محاولة الحد من خيارات كييف في هجومها المضاد المرتقب بتفجير ياسد في جنوب أوكرانيا بحسب تفسير الخبراء لم يثني نيتو وشركائه لم يثنهم عن الاستعداد لإطلاق أكبر منورات حرب جوية في تاريخ الحلف الأسبوع المقبل الحلف الأطلسي يطلق مناورته الكبرى في استعراض للقوة يهدف إلى أظهار الاستعداد لردع الغزو الروسي بحسب وصف صحيفة وولد ستريت جورنال وسيشارك في هذه المناورات 25 دولة بقيادة ألمانيا إضافة إلى ما يقرب من 250 طائرة من بينها القاذفة الاستراتيجية بواحد ومقاتلات متطورة منتراز F35 ومسيرات طويلة المدى بالإضافة إلى أكثر من 10 ألاف جندي القوات والجوية الأمريكية ستشارك في هذه المناورات بمئة طائرة و2600 جندي من 42 ولاية فدرالية وستمتد التمارين العسكرية من الولايات المتحدة عبر ألمانيا إلى الحدود الروسية في دول البلطيق وحول البحر الأسود يوميا 12 و13 من يونيو الجاري تضمن السيناريو الأساسي للمناورات وفقاً لورد ستريت جورنال يتضمن إجراء محاكاة لاستلاء العدو على ميناء روستوك الألماني في هجوم من شأنه أن يطلق بند الدفاع المشترك لحلفيا النيتو والمعروف بالمادة الخامسة وسيشمن الرد استعادة الميناء والبنية التحتية الأخرى بالإضافة إلى الدفاع عن المدن والانتقال إلى العمل الهجومي كما ستحاكي أيضاً صد ومواجهة هجمة لصواريخ ومسيرات روسية لينقاش حول هذا الموضوع نرحب الآن مباشرة من بروكسل بيا سيد نيكولاس ويليامس المسؤول السابق في حلف النيتو أهلاً بك معنا في المشهد ليلى إذن هذه المناورات أو هذا التمرين لحلف النيتو يوصف بأنه رسالة مباشرة لروسيا ما فحوى هذه الرسالة؟ إذن كما قلت ومساء الخير للمشاهدين وجميع كما قلت هذه المناورة الجوية هي غير مسبوكة والرسالة إلى روسيا هي أن غير أو على عكس الكوات العسكرية الروسية النيتو قادرة ولديها الإمكانيات لجمع العديد من الدول المختلفة وذلك الدفاع عن نفسه إذن هو رسالة عن التصدي والدفاع وهو يعتمد أيضاً على القدرات المتوفرة وهي رسالة من القدرة قبل كل شيء نعم ولكن هذه المناورات بذات لماذا هي بقيادة ألمانيا بالتحديد؟ إذن النيتو منقسمة لعدة مناطق وإذن ألمانيا لديها دور مهم جداً لهذه العملية وهي مركز رئيس إذن هي تنفذ قدرات الألمانيا وذلك في إطار القيادة العسكرية للنيتو وذلك قدرات ألمانيا للتنسيق ولتنسيق لعملية واسعة للدفاعية وذلك كما نعرف أن لديها معدات محدودة في هذه الحالة وقائد القوات الجوية الألمانية قال أن ألمانيا بحاجة إلى أن تأخذ أكثر بزمام المبادرة في النيتو ما تعليقك على ذلك؟ إذن ألمانيا كانت أحد الدول التي لم تؤمن أن روسيا ستهاجم أوكرانيا إذن ألمانيا كانت أحد الدول التي وضعت حد لدول أخرى في النيتو التي أرادت أن تبرز منذ عام 2014 أن النيتو أعتبر إذن روسيا كتحديد كبير ويجب تصدي لهم إذن من كونها الدول المترددة في وجه روسيا بالأول قد انتقلت وغيرت رأيها ألمانيا وقد أدركت أن عليها أن تدعم حلفائها في الشرك وإن كانت بولندا واجموليت تشاك والدول البلطيك إلى آخره إذن هذا التمرين أو هذه المناورة هي أساسية ومنها هو الذهاب إلى دول البلطيك والعودة إلى ألمانيا وذلك للتنصيق والإبراد العمل والدفاع عن دول البلطيك نعم ربما من النقاط اللافتة أيضا في هذه المناورات هو مشاركة اليابان والسويد فيها مع أن سويد على سبيل المثال هي لم يحسم أمرها بعد في مسألة انضمامها لحلف النيتو ما الرسالة وراء ذلك؟ إذن السويد لطالما كانت قريبة من النيتو وفقط تركيا لأسبابها الثنائية هي فقط الوحيدة التي تمنع دخولها إلى النيتو ولتصبعد فيه إذن التعاون بين النيتو والسويد مستمرة وهو تعاون وثيق جدا وليس لديه أي علاقة بعضوية السويد في الحلف إذن الكوات العسكرية في السويد هي تحترم القواعد الخاصة بالنيتو إذن هذا التمرين وهذه المناورات مصممة إذن لذلك وللضم السويد لهذا العمل المتطور في التدريبات نعم موقف تركيا يبدو أنه واضح وهو يتعلق بحزب العمال الكردستاني في هذا الشأن ولكن لماذا تعترض المجر على انضمام السويد لحلف النيتو إذن المجال تقف وراء تركيا وتختبئ وراءها وأيضا المجال لدها مشكلة مع أوكرانيا وتريد من ناحية تسوق الاختلاف في الاتحاد الأوروبي والنيتو إذن ليست متحمسة جدا لمواجهة روسيا من ناحية وهي تعتقد يمكن التعامل معها بطريقة أفضل وذلك من خلال اللجوء إلى الدبلوماسية والتجارة وإلى آخره إذن هي مترددة في هذا الشأن ولكن إن قررت تركيا تخلي عن قرار الفيتو ستكون المجار بذلك أيضا لكن فيما يتعلق الآن بفنلندا هي الآن أصبحت جزءا من النيتو وتشارك في هذه المناورات ما الذي يغيره أو قد يغيره ذلك في النيتو حاليا إذن قد يديه ذلك أعامل قوي جدا لقوات دفاعية لدول البلطيك إذن لديه قوة دفاعية جوية قادرة ويمكن حجدها وجيش قوي جدا إذن ذلك يقوي ويعزز قدرات النيتو قدرة جميع حلفاء للدفاع عن أي دولة ومن ذلك دول البلطيك إذن فنلندا ليست بعيدة جدا عن البحر البلطيك أو إذن أستونيا وإلى آخره لذلك ستكون قادرة عن الدفاع والاندمام إلى القوات الدفاعية لهذه الدول وذلك سيقوي حتى نعود إلى سياق الحرب الروسية على أوكرانيا ألم يحن الوقت الآن لكي تستلم أوكرانيا الطائرات الأمريكية المقاتلة إذن الرئيس بايدن وقد رفع هذا الديدو وقد قال إن يمكن تدريب الطيارين وأيضا الأمريكيين وأيضا بريطانيين وإن يمكن تمرين كل هؤلاء الطيارين لم يكن هناك أي مواجهة أو امتناع من أي دولة في الناتو في أوروبا أن تقدم هذه الطائرات المقاتلة لأوكرانيا إذن ذلك يتطلب فقط بعض الوقت ليس من السهل تدريب الطيارين وتدريب الأمور اللوجستية في هذا الإطار وأيضا تدريب الساحات ذلك سيتطلب بعض الوقت وقد أعتقد أن بعض الأشخاص يعتقد أن تدريب سيتطلب بعض الأشهر وليكتمل ويجب تأمين جميع الأمور اللوجستية وأيضا القيادة وقدرات التواصل إذن لن يحصل ذلك قريبا برأيي لن يحصل هذه السنة نعم حتى نعود إلى سياق قيادة ألمانيا لهذا التمرين أو لهذه المناورات المستشار الألماني أولف شولتس قال قبل فترة أخيرا أن ألمانيا تعمل على تطوير وامتلاك أكبر جيش تقليدي في أوروبا وليس فقط في أوروبا بل أيضا في حلف شمال الأطلسي ما هو تعليقك على ذلك وكيف يمكن أن تؤثر هذه الطموحات الألمانية على مستقبل الناتو إذن هذا التطوير أو تطور مهم جدا إن قدمت ألمانيا أو أنزت نفقات كبيرة في الكتاع الدفاعي ذلك سيؤثر وسيكون لديهم أكبر جيش في أوروبا نعم لدى الأطراك جيش كبير ومهم جدا ولكن ليس رئيسي في دفاع أوروبا إذن سيكون ذلك تطور مهم جدا للناتو وسيعني أيضا أن أمانيا ستكون قائدة في هذا الإطار أو في الدفاع الأوروبي وضح جدا وذلك بعكس فرنسا أو المملكة المتحدة نشكرك جزيلا شكرا على مشاركتك معنا في هذا النقاش من بروكسل السيدة نيكولاس ويليامز المسؤول السابق في حلف الناتو شكرا جزيلا